سيكو حبيبي عاملين ايه وبناء على طلبكو حبيت نزلكم ملخص احداث الحلقة الثالثة من مسلسل خان الدهب امير حزن جدا ومامته بتحاول تخرجه من اللي هو فيه وبتقول له انه هو يحاول ينسى ويرجع تاني ينام في القوضة بتاعته بعد مرور شهرين من موت رانا لكنه كان حزن جدا اما بعد كده فمنلاقي ان صابرين كانت موجودة في البيت وبتكلمها حامتها ام سالم وبتقول لها لبسي كده ما ينفعش هنا لكنها ثارت عليها وتعصبت وغضبت سالم بيقول لها مالك وفيه ايه قالت ان امك دايما بتعملني كده وده لبسي وانا اصلا كنت هربانة من عند اهلي علشان خاطر كانوا دايما بيقولولي على لبسي يعني وكانوا بتحكموا فيها وكمان بيكون فرحان جدا بيكونها ان هي حامل وبيزل كده علشان يسمع صوت الجنين في بطنها وبيكون سعيد بان هي حامل اخيرا بينما ضياء لسه بيتكلق مع حياة بيحاول يلمس ايديها بيحاول ان هو يتحرش بيها قالت له انا مستحملة الشغل هنا وبعد عني وما لكش داع بي ابدا قال لها طبعا ما انا مش ابني واحد غني عشان تحبيني امير بيدخل القوضة لأول مرة بعد شهرين وبيكون مصدوم طبعا وبيبص على كل الذكريات اللي طبعا بتخليه حزين جدا بيفتكر مراته يارا بينما منلاقي بعد كده بتروح صابرين وبتتكلم مع امير ان اللي عمل كده في رانا حد عزيز عليك وشككته في حياة ان هي اللي مدبرة كل حاجة في الاشباك وامير بيفتكر لما كان زمان بيحب حياة لكن اضطر ان هو يسيبها علشان يجوز رانا قريبته ساعتها فارت عليه ويتعصوت منه وهيسن بياخد امير علشان يخرج شوية من اللي هو فيه ويروحه مطعم فاتح جديد اما بالنسبة لصابرين بتحاول تتكلم مع سالم بيفت على طول علشان مش فاضي وبيحاول تاني ضياء مع حياته وبتزعع فيه وبتقول روحة علبة علشان نحط فيها البضاعة للناس وبتروح بعد كده عزراء علشان يعني تشتري من محل العطور وبتعرض ان هي تعمل اعلان للراجل صاحب المحل وان هي عندها ومشتركين كتير على اليوتيوب وبيوافق بس عشان خاطر امير ابن الحج سامي لانه يعرفه هيثموا امير كانوا شغالين مع بعض في البيت والاكل بيتحرق وبيضطروا ان هم يجيبوا اكل من برا وبينما صابرين بالزعف وجوزها وبتقول ان حيات دي اللي طلعنا في البخت هي كمان خلصنا من رانا طلعت حيات ممكن يتجوزها قال لا طب ما يتجوزها ونفتك خلاص على قل ينسى موضوع رانا وموضوع ابنه لكن هي كانت مضايقة جدا ومضغزها عشان خاطر الورث برضو قال لها انت حامل خلاص عايز ايه تاني قريبت ان عايز اقولك على حاجة مهمة وقطعوا الحتة دي بينما بعد كده منلاقي اعزرة كانت قاعدة بتتكلم مع امها ان هي هتكون مشهورة يعني واخوها تريق عليها واخوها شايل كل حاجة لوحده من وفاة ابو بينما منلاقي بعد كده حيات وهي ماشية بتشوف الدراجة اللي كان راكبها الراجل اللي قات الرانا وبتتخط جدا وبتقول سواء وقفني هنا على جنب بينما منلاقي بعد كده ان العيلة بتتجمع على الاكل وبتكون صابريم مبسوطة جدا وعمالة بتقولهم ان هي فرحان ان هي وسطهم وانهم ما تجمعهم من جديد وامير بيجي وبيعود معاهم وبيكون حزين طبعا لكن صابريم بتقول نشيل الطبقة ده ملوش لازمة على طبقة بطاعة رانا يعني وبعد كده بتفجر خبر حملها قدام الجميع وبيقول سلم ان ده الحفيد الاول ولازم ان هو ياخد يعني العمارة اللي انت كنت هتكتبها ده الحفيد الاول امير بيزعل وبيمشي بينما منلاقي بعد كده ان الاب بيقول له ما عنده كوش دم وازاي تعمله حاجة زي دي وتكسره بقلب امير منافس للحاجة سامي نفسه امير يشتغل معايا علشان يقدر ياخد تصاميم منه كويسة لكن طبعا حتى التقليد مش هيرفه يقلده ابدا وامير بيزور القبر بتاع رانا وبيقول ان هي وحشاة جدا وبيجي واحد وبيشتري من المحل بتاع سامي وبتباع له حياة وبتكون عايزة تتكلم بخصوص موضوع الدراجة اللي شافتها بتتكلم مع سالم لكن الحمد لله الكلام اتقطع بسبب ان الحاج سامي دخل ويتليفون جهل سالم سالم بيقول لابو ان حياة شكلها يعني مش كويسة وشكلها هي وضيئة على علاقة واحنا اهم حاجة عندنا صمعة المحل والكلام من ده لكن طبعا مش بيصدق الكلام ده ابدا حياة بتكون مستنية امير عشان تقوله على كل حاجة بس راحت قبل كده طبعا علشان تشوف الدراجة كويس وكان فيه واحد بيبوصلها من بعيد وخافت ومشي استنت امير لما جي وقارت له على الموضوع واخده بعض وطلع يجر هما الاتنين برة المحل وسالم كان متداهق وبيقول لنا حياة دي مش هتجبها البر وامير كمان مانوش في الشغل ابو قال لهم علش لما ييجوا انا ههزقهم على التصرف بتاعهم ده الفيديو بيخلص وده كم ملخص لحداث الحلقة الثالثة من مسلسل خان الده بي ربوا الفيديو كون عجبكم واشتركوا في القناة فعلوا جرس عشان ينسلكوا كل جديد احبكم كل شي هواية باي باي اشتركوا في القناة